قطار متوقف يعني ما فيش اي شيء طبيعي قطر واقف في معاد يتحرك ركاب يركبه خلاص في القطار هيتحرك القطر وفجأة يجي جرار يروح داخل في القطر من الخلف يشير عربيتين العربية الاخيرة ولا قبلها عربيتين وعندك اصابات يعني انبارح حلوان قطر جاي فاتنين ميكرو باس يدخلوا في وش القطر جايين عكسي القطر جاي كده فالاتنين داخلين كده فالقطر عملين بارح شال العربيتين بارح طيب ادي مواطن او اتنين سائقين يعني زي انبقول كده سوئين الميكرو باسات اللي هي او الميني باس بتاعة المصنع او الشركة اللي كانوا بيشتغلوا فيها لا مبالا تعمل ايه في هذا الامر طيب ادي رقم واحد امبارح رقم اتنين النهاردة انت واقف انت كقطار متوقف ما عندكش اي مشاكل خالص ده انت خلاص يا دوب هتبدأ تتحرك عشان تاخد طريقك سكتك الى القاهرة يجي لك جرار انت واقف كده جرار يجي لك كده شيل العربيتين اللي ورا فيبع عندك اربعين خمسة واربعين واحد مصاب وخسائر عربيتين طبعا اتشالوا العربيتين طب ما الذي حدث هل ده طبيعي انا بسأل اسئلة لأي مواطن النهاردة بيسألها اللي بيحصل في هذا القطاع يصير علامات للتفهام ايوة عشان كده النهاردة تم احالة وقف السائقين ومسؤولين في اللي تسبب في الحادث النهاردة عن العمل وإيه كمان احالتهم للنيابة العامة يعني مش واقف بس لا يروح النيابة العامة عشان نعرف ان النيابة العامة تقول لنا تحقيقات وتكشف ايه اللي حصل لانه زين بقول لحضرتك كده ما في مواطن النهاردة ايه لو بيسأل السؤال لانا بسأله هل ده طبيعي ولا مش طبيعي طب ده ايه السبب اذا انت لنخلي بالك هي مش عايزين نروح لحاجات بعيد لحد ما التحقيقات تقول لنا حقيقة ما جرى لكن عندي النهاردة اصابات في اسكندرية عندي مبارح ضحاء اتنين متوفين في حلوان ومعهم ستة سبعة مصابين ادي قطار اسكندرية النهاردة زي ما حالكو بتشوفوا بعض اللقاطات او بعض الصور لحد ما نجهز الفيديو كمان ادي المشهد في اسكندرية النهاردة والناس طبعا الركاب نزلوا خلاص نزلوا زي ما حالكو شايفين كده لانه في عندك اصابات الناس هتعمل ايه راحوا ننزليين خلاص كل واحد ينخذ نفسه فاتممنا ان هذا ملف مهم جدا طبعا انت في ظل انت بتعمل تطوير وبتعمل تحديث وبتتكلم على عنصر بشري وبتتكلم على حاجات اكيد يعني في السكة اكيد تاني بكررها اكيد في السكة هتلاقي مقاومة هتلاقي في ناس مش عاجبها اكيد ده مش معناه ان بلق مسؤولها لحد لا انا بتكلم في العموم اكيد وانت بتعمل تطوير وتحديث وبتقول يا جماعة هنعمل وهنعمل هتلاقي حد يقول لك لا طب احنا بقى هنبهد للدنيا وهنبوز الدنيا واحنا بقى هنعمل طبعا ده مش معناه انه كل ناس بتعمل كده لا في البعض في البعض بدلين اللي حصل النهاردة لانه حصل النهاردة بقول لحد مش طبيعي يعني حادث ما يحصلش قطار متوقف وجرار يدخل فيه من الخلف بسرعة لانه الجرار لو ماشي انه المشي العادية بتاعته انه مثلا هيحرك الاطر او هيدي دفع للقطار عشان كذا يعني يبقى تمشي مثلا بسرعة كام اتنين كيلو واربعة كيلو وخمسة كيلو ولا مشي ممكن بسرعة ما هو خلي بالك لما يبهد العربيتين وبعندي خمسة واربعين مصاب الحمد لله ما فيش متوفين الحمد لله ولكن عندي اصابات كتير نتيجة لايه الدفعة قوية لانه نازي وقفة اكيق كانت وقفة او قاعد اكيق وبالتالي اللي وقع او اللي حصل كذا فقدى نتيجة لدفعة قوية من الجرار فالجرار ده انه لو يعني قائد الجرار او سائق الجرار لو رعى ضميره لانه هو بيتحرك عارف ماشي على سرعة كام وهو بيتحرك عارف بيعمل ايه يعني هل في خلل في الجرار اكيد في لجنة فندية شكرت النهار ده من هيئة السكة الحديد عشان تقولنا وتقول للناس هو الجرار سليم ولا مسليم طب هل تسيطر عليه ما تسيطر هل فجأة في حاجة يعني خليته ياخد مصار سرعة اكتر مثلا الله اعلم كل ده هيكون مصار تحقيقات ولكن مش عايز كل شوية يبقى عندي او عندنا في مصر هذا الامر ولكن هل ده هيوقفك عن لا ده انت تستمر بمنتهى القوة انك تكمل خطتك حتى لو في مقاومة او في مقاومة من البعض ده انا استمر ده لانه في الاخر المرفق ده لا يمكن ابدا ان احنا كشعب نسمح انه اتعرض للانهيار لا يمكن لانه اذا اتعرض المرفق ده الانهيار هيبقى عندك ازمة رهيبة ومن الاسم احنا انت بتنقذ هذا المرفق اللي بقى له 50-60-70 سنة لم تقترب لي اياد الاصلاح طب وانت بتعمل المنظومة الهائلة من التطوير وانقاذ هذا المرفق من الانهيار وهو داخل على الانهيار كان داخل على الانهيار حقيقي كل المنظومة دي كان داخل على الانهيار فيه ناس مش هجيب وحاجبها ان انت بتصلح فيه البعض حتى لو خمس افراد حتى لو خمسة مش عاجبهم فاحنا جميعا لازم نساعد في اصلاح هذه المنظومة لانه في الاخر بتصبه في صلاح احنا قادل اطره بص حضرتك ركز على ده ده العربية اخر عربية في القطار المفترض كان ينطلق من اسكندرية الى القاهرة بص العربية يعني مؤكد الجرار اللي جاي دخل الدخلة غشيم تقدر تقولها كده ده غشيم سواء اللي كان هنا ليه دخل الدخل بص عاملية في العربية وبص عاملية في العربية اللي قبلها ده انا هابا اوريك العربية من جوه خلي بالك لما انت بتشوف ده هو ده ممكن طبيعي قطر واقف ما هو واقف القطر هو ازاي انت تيجي تدخل فيه من وراء جاي ازاي كده ودخلت ازاي بيه بسرعة كده وده طبيعي مش طبيعي لو محمد شريف محاوزة اسكندرية لانه جري بسرعة وراح شاف القطر شاف المصابين نقل المصابين الى المستشفات في محاوزة اسكندرية اسعاف يتحرك كله يتحرك عشان انت مش عايز ازمة وبعدين لازم الطريق ده يتفتح وكان لازم الحركة تعود وانا بحيي الناس كلها الدفاع المدن واجهزة المعنية والحمية المدنية والدخلية والناس والسك الحديد والشرطة نقل المواصلات لانه كان عندك هدف مهم ما ينفعش خط قاهرة اسكندرية تعطل فانت عملت ايه بسرعة عملت عملية اخلاء بالشكل سريع جدا عشان تعود حركة القطارات مرة اخرى بين القاهرة اسكندرية ومحدش عطل عشرات الالاف من الركاب اللي بركبوا هذا الخط من اسكندرية الى القاهرة ومقدون تدخل بقى على طنطة ودخل على فيه لحد بتصل القاهرة سرعة التحرك قدت لهذا الامر اللي احنا منتكلم عليه ان انت نقلت الحركة خدت العربيتين دول جنبتهم على جانب من الطريق وبعد كده بدأت تحرك العربيات الاخرى يشتغل القطر لان القطر بقى العربيات بتاعته السليمة هم اخرى عربيتين بس فيه تقريبا 8 عربيات السلام اللي هم في الاول ما حصلهمش حاجة يكمل القطر ويسير تاني قاد الركاب قاد الركاب بعد ما حدث هذا التصادم وهذا الحادث الركاب نزلوا من القطر طبيقه دي العربية اللي في الاخرى ايه واللي قبلها فالناس نزلت حمدله على سلامتكم اهو عشرات من الركاب القطر كان تقريبا مليان كان الساعة تقريبا 9 صباحا في التوقيت ده تقريبا قطر مليان الناس رايحة شغلها اللي رايح العمل بتاعه اللي رايح الوحدة بتاعته اللي رايح عنده التزامات يخلصها ويرجع على طول انه خلي بالكو اسكندريا القاهرة ساعتين او لو قطار بياخدها ثلاث ساعات بالكتير اقصى مدة لكن عندك ساعتين النهاردة فانت شايف قادر الركاب اللي نزل من القطار بعد الالتصادم اللي حصل وانا بقول مهم جدا ويمكن سيادة الوزير كامل وزير بيتحرك في هذا ملف بمنتهى القوة طيب هل بيحصل تطويقه بيحصل لكن في نفس الوقت ادي العربيات من الداخل ادي عربتاي القطار من الداخل شوفوا خسائر اللي حصلت اديه مع الاصابات طبعا احنا بنهتم بالناس بالبشر ولكن كمان لازم نشوف الحاجات الاخرى الحاجات المدينة انه في الاخر انا بوريك عربيتين بوريك خسائر حصلت لانه هذه اموال الشعب قطارات وسيلة نقل عام مين اللي بيدفع تمانها حضرتك كمواطن طب ادي حضرتك كمواطن تتحمل النهار دا العربيات دي اكيد تدخل بقى الصيانة ونشوف هي تعمل فيها ايه وتعدل ايه وتتكلف وتكاليف اديه والله لو انا بايدي والله لو انا بايدي اللي عمل ده لما تثبت التحقيقات هذا الامر تثبت التحقيقات فقط التحقيقات ومحكمة هي اللي تقول بس انا يعني لو انا يعني بايدي الامر اللي عمل كده لدفعه التمن التكاليف دي كلها هدفعه تمن التكاليف في كلها بس هذا امر يحتاج الى حكم قضائي لكن انا بقول لو انا امتلك هذا الامر اللي عمل كده لانه في الاخر انت فيه عملية لا مبالاة واستغطار اللي انت بتشوفها زي بقول لحضراتكو انت النهاردة قدام حادستين خلال يعني اقل من 24 ساعة والاعلام الدولي طبعا مركزين لانه حوادث قالك حوادث ومصر وليتبع صفية قدام حضراتك وبالمناسبة محدش بيخبي حاجة ومحدش عنده يعني حادث زي كده هتقول ما حصلش لا ده السكة الحديدة على طول بتطلع بيان وزارة الصحة بتطلع بيان الجهات المعنية بتطلع وتطلع بيان وكله بيتكلم وكله بيقول الحقيقة ولكن محدش يقدر استنتج اي شيء ليه لانه هناك نيابة عامة بتحقق وطالما النيابة العامة بتحقق خلاص بنترك لها هذا الامر هي اللي تقدر تقول ايه اللي حصل بالزبط وايه اللي حقيقة بالزبط حدش يلقي باتهام على اي شخص اطلاقا ولكن بقول لحضراتك من قراءة الاولية وانت بتشوف هذا الامر لا معقول يا جماعة ده ممكن يحصل يعني ده اللي انت بتشوفه المشهد ده طبيعي ولا مش طبيعي ممكن يتكرر الله اعلم طب انت ممكن تعمل ايه تواجه هذا الامر ازاي نتعامل معه ازاي احنا بتشوفه انا بقول لك حادث قطار النهاردة اسكندرية قدامك بقول لك قطر واقف لا شيء شايف القطر العربية معمول في ايه في الاخر بص العربية معمول ازاي القطر الجرار ده دخل بسرعة سرعة كبيرة مش طبيعية بص عامل ايه في العربية يعني بص يوسف هاتل الجزء ده ده و اللي قابله يعني العربية لما يعني ايه اه لو في مشهد لو شوية ممكن نخش قدام كده شوية لا الناحية التانية قدام شوية تجيب العربية كده باين منها جزء ايه السرعة القطر عملت في ايه غير الجزء ده الجزء اللي قدام ده اهو بص حضراتكم بص حضراتكم بص العربية تعمل في ايه شايفين ده ده اه جرار ماشي سرعة عادية وقدامه قطر ولا جاي بسرعة كبيرة جدا بص الجزء بتاع العربية اللي عند الباب اللي قدام ده شايف العربية عملت في ايه ده يعني ايه ده والله عايز اقول له حضراتكم طب والله ربنا بيكرمنا وانا قلت امبارع في الحادث امبارع قلت ربنا بيكرمنا لما لقينا القطارات اللي بتمشي وسط البيوت متلين تلاتة اربعة واللي ركن عربية بينه وبن القطر تلاتين سنتي والعيال اللي بيخرجوا من بيوتهم وربنا بيحميهم والقطارات اللي ماشية بيوت حواليك شمال ويمين والتعامل القطارات بتعدي عادي جدا جدا في منطقة مليانة ناس مليانة بيوت والبيوت يتعامل في منطقة لا يمكن يبقى فيها بيوت على الاطلاق فقادي النهاردة كمان بيقول والله ربنا بيكرم البلد دي انه كان النهاردة عندنا مصيبة كبيرة في اسكندرية انه كان عندنا ضحايا كتير ولكن كرم ربنا بص منظر العربية انا عايزك تبص على منظر العربية بكرم ربنا عند 45 اصابة ولكن كان ممكن يبقى مش اصابات كان ممكن يبقى مش اصابات خلي بالك واصابات زي ما تقال سواء الصحة او سيد المحافظ اللواء الشريف انها اصابات بسيطة وراح زار المصابين اطمئن عليهم ولكن بص منظر العربية اخر عربية في القطار اللي هو تقريبا قطار ده 12 ولا ايه اللي كان يتحرك الى القاهرة واللي عبلها طبعا انه هم اخر عربيتين بس دي اللي فيها الخسارة الكبيرة شوف الدخلة بتاعة الجرار عاملة ايه في العربية دي عربية قطر يا جماعة دي مش عربية مش سيارة مش عربية اجرى لما لاكت عربية قطار انت بتخيل لم يبقى جرار الخسار دي والتلافيات دي في هذه العربية اللي قدامك دي دي معناها الجرار ده داخل وو فاكرين الجرار بتاع محطة رمسيس فاكرينه اللي مشي الواحده ده فاكرينه اللي ساب الجرار ربنا يعني ينجينا من هذه النوعية ودائما ينجي بلدنا يا رب ولكن بورق حضرتك عشان تعرف انه انت بتصلح 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 ان شاء الله نكمل اصلاح نكمل اصلاح طبعا فيه ناس ايما وما بتعودش وهم بيقوموا على كل حاجة وما بيعدوش اي مصيبة يقوموا وما يعدوش عايزين ولكن زي ان بقول حضرتك طول ما فيه يعني تتوقع اي شي تتوقع اي شي وبقول ربنا ينجينا وينجي بلدنا وينجي الجميع ولازم نبقى نخلي بالنا كل واحد ما كانه يا جماعة مسؤول ادي حركة قطرات والعودة لانه حد بيصور من قطر يعني اللي ماشي ده اوقف هنا يوسف لو سمحت معلش انا قاسف ارجع للفيديو ده شوية ارجع لي معلش شوية ارجع شوية ارجع ارجع عشان نصور بس اقول لحضراتكو انا هوريكم بس حاجة محدد اوقف هنا بقى دول العربيتين كمل 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 نوقف هنا دول العربيتين اللي تنقلوا اهو قدامكم اهو تنقلوا الناحية التانية عشان اعمل ايه اعمل ايه محدش هيوقف في الدنيا الدنيا مش هتوقف عندنا خساير تحقيقات شغالة الفيديو ده احد ركاب القطار اللي ماشي ناحية التانية قطار ناحية التانية بقول لك لان انت كان لازم الحركة تعود بمنتهى السرعة ما كانش ينفع ابدا خط القاهرة اسكندرية تعطل فهو ده الاجراءات اللي اتخدت واللي كانت سببا في عودة حركة القطارات مرة اخرى بمنتهى السرعة هنا طبعا العربيات دي تحقيقات لاجنة من النيابة العامة فريق تحقيق قام ايضا بالمعاينات لجان فنية لجان هندسية كله عمل معاينات في هذا المكان وفي العربيتين واكيد الجرار للجرار ما نعرفش راح فين انا بقول لكم عمليني دور على الجرار ده مش لاقيينه ولا ليه فيديو عدنا ندور على فيديو للجرار اللي عمل المصيبة دي النهاردة مش لاقيينه شفنا بس القطر والعربيتين اللي قدامكم والقطار اللي بيتحرك بس فين الجرار يا جماعة محدش قررنا الجرار راح فين الجرار يا جماعة محدش عارف طبعاً الجرار ده يتاخد ويتعمل أكيد حاجات فنية لازم يتشاف الجرار ده سليم ولا لأ في مشاكل فنية ولا لأ إيه الحكاية ولكن حسناً هاية السكة الحديدة على طول طلعت قرار بالإيقاف والإحالة إلى النيابة العامة نتابع نتكمل الفيديو اللي قدام حضراتك أهو ده النهاردة صباحاً في محطة مصر في محافظة الإسكندرية وزي ما احنا بنشوف بعد هذا الحادث التصادم أو دخول هو مش تصادم هو دخول هو بالضبط كده دخول جرار في قطار يعني دول مش قطرين دخلوا ببعض لا جرار دخل في قطر متوقف اللي هو بحاوله وصلنا تفكرة أنه اللي هو إزاي يعني واجه السيد المحافظة لواء الشريف بيزور المصابين وزي ما احنا شايفين أحد المصابين حمد الله على السلام وحمد الله على سلامتكم وكلكم يتكلم طبعاً مش رحل ست المحافظ إيه اللي حصل كان واقف ولا كذا وقاعد حصل إيه يعني واضح طبعاً الإصابات زي ما احنا شايفين كده لأنه بعد كده بدأ يتكلم لو كان وضع صعب ما كانش يتكلم فيه مصاب آخر ناحية التانية محافظة النهاردة يعني قام بجهد كبير ونزل على طوله وتابع واستمر فيه المكان لحد نقول لحضراتكو القمئنان لأنه مع الحركة مع الجهات المعنية أنه لا بد أن تعود حركة السكة الحديد مرة أخرى ولا تتوقف محطة مصر أو أي مكان يتوقف حوادث بالنسبة لنا صعبة وحوادث بالنسبة لنا كمان يعني بتخلي الناس تبقى الآن وأنا بقول لكش ما تبقى الآن طبيعي تبقى الآن لما بتشوف كده ولما الناس أول سؤال هو إيه اللي بيحصل زي ما أنا بدأت الحلقة إيه اللي بيحصل وإزاي ده حصل كل ده هتكون إجابة واحدة منين النيابة العامة هي اللي هتقول لنا ما الذي جرى زي ما هتقول اللي حصل مبارح النيابة العامة أيضا إنه فيه تعققات بتتم سواء في حلوان مبارح أو النهاردة في إسكندرية وزي ما بقول لحضراتكو الناس بعد ما يعني نزلوا من القطار والعربيات عشان يعني بعد هذا الحادث اللي قدام حضراتكو أكيد هنتابع وهيكون عندنا يعني آخر تطورات في إسكندرية لأنه كمان عندنا زمننا مصطفة شيء موجود حاليا في الإسكندرية هننتظر منه آخر تطورات وآخر المعلومات في هذا الحادث الذي وقع اليوم في محطة مصر بمحافظة الإسكندرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر